موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشين توزع لهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن أماكن لازم تزورها ولما تزورها رح تحصل مجموعة من الأغراف اللي انت مية في المية رح تستفيد منها ورح تحتاجها في رحلتك الأونلاينية وهذه الأماكن رح تغنيك عن المحلات سواء كانت الجنرال ستور محل الأسلحة رح تحصل رصاص أدوية مجموعة من الأشياء اللي رح تفيدك حلو؟ في الله نخش في المقطع طيب بالنسبة للأماكن رح تكون هذه الأماكن زي ما رح تشوفونها الآن في الجيم بلاي طبعا هي عبارة عن مخيمات عصابات كانت موجودة في الأوفلاين لكن في الأولاين العصابات ما هي موجودة فقط الموجود اللوت حقهم عرفت كيف؟ فانت تروح للمكان هذا وتجمع الأشياء اللي تحتاجها رح تحصل سجاير تعبي لك ادوية تعبي لك الدوائر حق او الدوائر حق الطاقة الدوائر حق الاستامنا او يعبي لك الكيور حق الاستامنا حق الهيلث يعني رح تحصل مجموعة من الأشياء القيمة جدا واللي رح تفيدك مرة في رحلتك الأولاينية زي ما قلت لك أدوية على شوينجم يعني لازم نزورها صراحة عرفت كيف؟ وأيضا خذها زي المرجع إنه كل ما مريت من المكان المعين شيك إذا كان والله فيه مخيم عصابات خش المكان لوت وانت طالع عرفت؟ لوت وأطلع لوت وأطلع والله أنا مريت مثلا من نيو أوستن أنا عرف أنه في نيو أوستن فيه ثلاثة مخيمات عرفت؟ أروح أخذ أخش المخيمات أخذ اللي أبغاه واجي طالع كون كذا أنت أخذت لك أشياء قيمة بدون ما تروح المحلات واخدتها أنت أيضا بلاش رفت كيف؟ هذه هي فكرة المقطع طبعا زي ما تشوفون في القيم بلاي الآن أنا قاعد أجمع أشياء جدا جدا رهيبة ورح تفيدني أدوية رصاص شتقن رصاص بندقية رصاص فرد في هذه الأماكن كلها رح تحصل ممكن بعض الأماكن تحصل كمان مجوهرات فيعني دور مصبوط ولوت وراح تستفيد يعني روح المكان شغل عين الصقر أو الإيقل آي عن طريق أنك تضغط أر ثري وإل ثري وراح يبلك اللوت وأماكن اللوت عرفتك كيف؟ فاستفيدوا منها بقدر الأمكان يا أصحابي وخذوا اللي تبغونه وسيبوا اللي ما تبغوا عشان أنا أجي أشيله همزح همزح طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا اللايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة على طول وفا يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة